يا سلام على عبدالوهاب وجماله أيام الهكس العظيم أيام زمن الهكس العظيم كل أخ عربي أخي وهنا أتلاقي حد يقولك وإنت إيه مشكلتك يا حج ده تصرف كويس يا راجل الراجل بيساعد الأشقاء في ليبيا أنا أقولك ما عنديش مشكلة خالص وده شيء عظيم وليبيا تستحق مننا قد كده 60 ألف مرة لأنه الحقيقة ليبيا يعني لها فضل على عشرات الملايين من البيوت في مصر بس وهالسؤال يعني هو لازم كان الشو ده كله يعني كان لازم يعمل الشو والحاجات دي ويقعد والنظارات والجهزة ما تبعت لو أنت مخلص أوي ما تبعت ليه الحفلة ولا دي دعاية انتخابية هي دعاية انتخابية هي دعاية انتخابية على جسس ضحايا الكرسة على فكرة للأخ اللجنة اللي يقول لك وانت ايه مشكلتك على فكرة فيه 12 دولة بعتوا مساعدات لليبيا ما شفناش فيهم مسؤول أو رئيس طلع عمل الكرنفال ده 12 دولة بعتت مساعدات لليبيا ما شفناش دولة فيهم طلع المسؤول فيها ووقف وكل أخن لبناني أخي وكل أخن أوروبا ما شفناش القصص دي خالص الدول بعتت وانتهى الموضوع ما فيش الحفلات دي ما حدش يوم طلع يخض اللقطة طيب بلاش دي خالص هو انت لما انت عامل ضكر قوي كده ومنقذ وفاعل خير تمت ساعد المصريين هناك الأول ده حتى الجار أولى بشوفها يا راجل انت يا سيسي قلبك قلب خاصية قوي ومهتم كنت اهتميت بأبناء المصريين اللي في ليبيا اللي انت أصلا ما تعرفش عددهم كام في ليبيا لدرجة ان الست المسؤولة بتاعتك بتاعت الهجرة ثلاث قالت ونبأ انا ما اعرف هم تلتمائة ألف وقال ربقيت يا خد يا واد الحاجات دي بقى سوح الجندي عندنا وزارة هجرة بقالها سبعين سنة وعندنا الناس بتروح ليبيا مفيش تهريب بقى لان دي قوات حفتر قوات حفتر اللي مسك الشرق الليبي يعني كل مصري ده خل ليبيا متسجل طلعت سوح الجندي تقول واننا احنا ما نعرف هم هناك تلتمية ولا ربعمائة ألف اسمع احنا عندنا هديه في ليبيا تقريبا يستلزير هو وفقا حضرتك لي يعني المنظمة الأمم المتحدة للهجرة والمنظمات الأممية اللي عانلت في ليبيا فإن الأجانب في حدود سبعمائة وخمسين ألف أجنبي غير ليبي سبعمائة وخمسين ألف مواطن غير ليبي أجنبي غير ليبي تمام فلو احنا افترضنا النص دول بحالهم مصريين فإحنا بنتكلم على في حدود تلتمية وخمسين ألف لربعمائة ألف نصري ايه ده وقدة للفرضية نعم نعم مفهوم برضو ان احنا برضو انت عايزة اتفكر بإلي في مصريين آآ بيروس وهناك بشكل غير طرع طبعا طبعا مفهوم بس بس ايه شكل غير شارعي بيروحوا زي بشكل غير شارعي قيت لك تلتمية وخمسين ألف إلى ربعمائة ألف يعني فيه خمسمائة ألف في النص كده نفس بشرية يا الست ما تعرف الست ما تعرفش إذا كان فيه عدد المصريين كان هناك والسيسي عامل استعراض والبسترار رايحة تاني حاجة أصلا انت ما عملتش أي حاجة مع المنكوبين المصريين دلحد بوقتي مش عارفين عيالهم أحياء ولا أموات زي بيقول الراجل ده إن قريته طلع منهم خمسة وعشرين جسة اسمع بلد طلع منها ألفين رجع خمسة وسبعين جسة بس وإنت قاعد بقى تتأمع وعربيات إسعاف وحاجات عشان الشقيقة ليبيا ألفين ما نعرفش عنهم حاجة رجع منهم بس خمسة وسبعين الناس بتصرخ وبيسألوا الدكر الحنين اللي مجهول باللقطة فين الناس المصريين اللي ماتوا الشباب دول أهليهم بينجدوا المسؤولين لمساعدة مئات الشباب يا عمي مئات الشباب المصابين في ليبيا اسمع استوعب يا سيد عفتاح السيسي إبتا ومخابرات مع الجانب الزرامية أنا برضو ناس خمسة عشر واحد معاي خلاص فأنا أرجوكم انجزونا ودعزونا الموضوع لدى العقل محمد الله ودعزونا العرمية لإني الجسس بدأت لحيطة بطلع سيئل حيطة طلعش بدأت لحيطة لو هتساعد يا عبد الفتاح ساعد المصريين الأول يعني شوف المصريين اللي هناك أحين اللي مرمين محتاجين بس يا رجل ده حتى الجسس حتى الجسس اللي بتوصل الإخوة في ليبيا بيوصلها للحدود والسيسي حجزها عشان معهمش ورقة ناس بيوتها غيرقة قرى كاملا جرفت في البحر والسيسي المسؤولين عنده بيسألوا عن الجسس مش هيدخلوا جسة من غير ورقة اتفرج كان معاهة 18 فقيد من أسرتك هو دواتي محجوز يعني؟ محجوز حيان هو 41 في زم الأمس طب انت بتقدم استغاثة يعني بناشد ودخلهم البلد ودخلهم البلد ولا هترجحهم ليبيا ومش عايشينهم ولا من معاهة جفعة ما هذا حصل من بارع من أمس من أمس الساعة 9 بالليل قل للأستاذة سوعة الجن الجندي بتاعت الهجرة الانجوسس قعدة في الحدود مش عايزين يدخلوها عشان ورق المصريين لا فيه صفرة بتساعدهم ولا خارجية ولا وزارة هجرة ولا أي مؤسسة من مؤسسات الدولة وطالع واحد من الأهالي يفوض أمره إلى الله بعد ما استغاز بالسيسي مش عارفينينا واحد من إنسالهم ولا بأي طريق أولادنا أطفالنا يتكلمون حريبا يتكلمون وفينا سيادة الرئيس بلى سيادة الرئيس Palestine من الحكومة المصرية فينا السفارة المصرية من الممواجة والمعين بتتكلم سيرين ان تكون الإبواجا على الطريق برّ наша مش عارفينيهم مش عارفيني نوصلهم مش عارفيني نوصلوا سيادة الرئيس 150 الفلسات في رئيس أكترى أعداد كتيرة باعدة ما تعطوا و رسى سياتة رايس سياتة رايس مريزا استغادذى سياتة رايس المسؤولين! المسؤولين فرية يشريbow التمرد سياتك upsay am سباب و راح مشتري استغاثة سياتة رايس فوات الامر لله الناس هجت من بلد موحولة في كل حاجة وزعيمها المريض بيعمل انه يعني الراجل مجهول باللقطة وبتبرئة نفسه من اي مسئولية زي ما بيقول الكاتب الصحفي جمال سلطان اللي بيقول الديون تركبت على الدولة ووصلت لمية 65 مليار هي 70 مش انا ده اللي انتوا اللي عملتوا في يناير 2011 الاقتصاد نهار والبلد خربت ولا يوجد ما تنفقه على التعليم والصحة مش انا ده بسبب حرب اوكرانية الجنيه نهار والتضخم انفجر والغلب يهلك الناس مش انا ده بسبب واق كورونا اني شريان الحياة بيضيع بسبب صد النهضة مش انا ده بسبب ما جرى في يناير المصريين بيجوعوا بيهربوا خارج البلد بحثا عن حياة وكرامة مش انا ده الشعب هو اللي بيكلف كتير اول حاكم لمصر لا يريد ان يتحمل مسؤولية اي شيء تجاه الوطن موسیقى